شوفوا الكتاب بيخبرنا وقف يسوع وأمر الرياح فهدأت يقول الكتاب وكان السكوت عظيم شوفوا الكتاب شوفوا قال لهم وانتهر الرياح وقال للبحر أسكت إبكم أسكت إخرس يعني لا بدي إياك بعد تتحرك ولا بدي إياك بعد تموج ولا بدي ضجتك شوفوا السلطان فسكنت الريح وصارة هدوء عظيم من بحر هائج بحر مضطرب بحر عاصف إلى سكوت شوفوا الكتاب قال لهم ما با لكم حيثين فخافوا خوفا في عدد 41 عظيمة وقالوا بعض من بعض من هو هذا فإن الريح أيضا والبحر يتعاني بسبب الرياح العظيمة اللي فاتت على السفيني والأمواج العظيمة اللي فاتت على السفيني التلاميذ شافوا إنه هذا لهلاكم ولكن بعدين نحن شوفنا إنه هذا كان لخيرهم يتعرفوا على من هو هذا الذي تطيعه الرياح لولا ما كان يسوع نايم شوي حتى يعلمهم الاتكال حتى يعلمهم الثقة حتى يعلمهم عن شخصه ما اختبروا هالحادثة إنه البحر والريح تقضع لإلهنا بس نحن بسبب المياه بسبب الخوف بسبب الاتراب وبسبب الفشل نبدأ نتدمر ولكن الله بيستخدم الألم بيستخدم الأوجاع بيستخدم الفشل حتى يخبرنا أكتر وأكتر عن شخصه ملاخي الصحي الأول عدد تنين بقول أحببتكم يقول الرب ملاخي الصحي الأول عدد تنين بقول أحببتكم يقول الرب ما قلتم بيما أحببتنا شايف الوضع طبع الإنسان لما بتفشل في حياتك لما بتفشلي في حياتك لما بتحاول محاولات وما بتمشي معك بتصير ما تشعر بمحبة الله لإله والرب بقول لهم أنا أحبيتكم ولكن قلتم بيما أحببتنا كيف حبيتنا يا رب الله بيحبني طب لو بيحبني ليه بيسيبني هيك لو بيحبني ليه ما بيساعدني لو بيحبني ليه ما بنجيني لو بيحبني أنا عم بصلي الله يعطيني طفل لو بيحبني أنا عم بصلي الله يعطيني جوز لو بيحبني كان بعطيني شغل لو بيحبني كان هيك لو بيحبني كان هيك لو بيحبني كان بعطيني مصاري لو بيحبني كان طلعني من ديوني لو بيحبني كان شفاني من مرضي لو بيحبني لو بيحبني لو بيحبني وربو الأحبابتكم وقلتم بما أحببتكم هذا السبب أن الفشل لما بيسيطر على الإنسان أول شيء بيبدأ يتدمر ثاني شيء بيبدأ يشعر بعدم محبة الله لإله الفشل ممكن يدمر حياتك الألم إذا ما بتفهم قصد الله لإله بتحول بعدين فيك إلى فشل والفشل ممكن يهد إيمانك والكتاب المقدس في رسالة عبرانين لا تطرحوا ثقتكم لا تطرحوا ثقتكم التي لها مجازات عظيمة عبرانين عشرة عدد خمسة وثلاثين رغم أنه بتهب العواصف رغم أن الظروف مش حسب كيف نحن منشوف ما تطرح ثقتك ترشعني تطرح شيء يعني إذا كيف بتكون مثلا حامل شيء وبتلقيه تطرحوا بتزدته الثقة في الله الشيء ممكن نحن نتمسك فيه والشيء ممكن نطرحوا عننا نستغني عنه لا تطرحوا ثقتكم التي لها مجازات عظيمة التي لها مجازات عظيمة الفشل ممكن يخلينا نفقت الله سفر القضاء لصحاح السادس شوف شو اللي بصير سفر القضاء لصحاح السادس بخبرنا الكتاب المقدس سنبدأ نقرأ من الآية 11 أتى ملاك الرب لجدعون نحن نتكلم عن جدعون جلس تحت البطمة التي في عفرة التي ليقاش على بن عزري وابنه جدعون كان يخبط حنطة في المعصرة لكي يهربها من المدينيين فظهر له ملاك الرب وقال له الرب معك الرب معك يا جبار البأس فقال الأهل بعد قال له جدعون أسألك يا سيدي إذا كان الرب معنا فلماذا أصابتنا كل هذه وأين كل عجائب التي أخبرنا بها أباؤنا قائلين ألم يصعدنا الرب من مصر والآن فقد رفضنا الرب وجعلنا في كف مديان في كف مديان أسألك يا سيدي إن كان الرب معنا فلماذا أصابتنا كل هذه هذا الإنسان كمان فشل فشل لأنه تعلم أخبرونا أبائنا قائلين الرب أصعدنا من مصر وعطانا الأرض حتى نعيش ولكن وضعنا حالتنا نحن عم نشتهي الأمح والملاك بيجيب له الرب معك الرب معي طيب إس كان الرب معي لماذا أصابتنا هذه شايف كيف الفشل يؤدي إلى تذمر تذمر أسألك يا سيدي غيف الخبز وبتقول لي الله معنا وين هو الله هيا لما بقوله إذا كان الرب معنا فلماذا أصابتنا كل هذه وبقوله وين الله وين الله شايف نحن من زين وجود الله معنا بحسب ظروفنا نحن من زين ومن قيس وجود الرب معنا بحسب ظروفنا يعني إذا وظروفنا منيحة وكله ماشي على هوانا وكل الأمور مزبطة والبنك عنا بلوس والمارة حلوة ومبسوطة وعنا ثلاث أربع أولاد بيجننوا وعنا السيارة حلوة بتخربش كل يوم وعنا بيت حلة ومش كل يوم بدلف على رأسنا والعفش تبعنا حلة ولما يجي الناس نتبهى فيه بنقول الرب باركني بس إذا كنت مختبئ تخبط الحنطة في المحصر خوف في خوف في رعب في ناس عم بيوكلوا أكلك في ناس عم بيتهدوك في ناس عم بيسببوا لك ألام في ناس عم بيسببوا لك معاناة ظروفك مش كل الأد يمكن أنت محتاج يمكن أنت تفتقر إلى رغيف الخبز ولكن هل تشعر بوجود الله معك وسط هاي الظروف الصعبة أيضاً إن كان الرب معنا فلماذا أصبتنا هذه شايف روح التذمر دائماً شيء بيتبع الإنسان الفاشل بس دا أقول لك الإنسان الفاشل فيش إشي اسمه إنسان فاشل يعني الله خلاك فاشل بينما إنت فشلت فيه فرق الله ما بيخلق فاشلين الله بيخلقنا بأفضل شيء بس يمكن إنك أنت بسبب عدم فهمك لما شئت الله في حياتك وما شئت الله في حياتك تفشل الفشل أنك تتوقف عن المحاولة وتسلم لليأس تسلم للإحباط تسلم للظروف الحواليك فما بعود بإدك تستمر مرة أخرى هذا إنسان فشل